تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدمور آمين سيداتي سادتي إخوتي أخواتي أحياناً نسمع في الحوار الأخوي مع العالم الإسلامي مثلاً أو مع بعض اليهود الناطقين بالعربية أنه كان فيه في العهد القديم تعد الزوجة فلماذا أنتم المسيحيون أو أنتم المسيحيين تحتاجون عليه أولاً نعود إلى كلمات سيد المسيح يقول يترك الرجل مستجداً بنصف التكوين يترك الرجل أباه بالمفرد وأمه بالمفرد ويلتسق بامرأته بالمفرد ولم يقل بنسائه وزاد السيد المسيح عليها للإضاحة ويكون لثنان لا الثلاثة ولا الأربعة ولا الخمسة ولا الستة جسداً واحداً أي كياناً واحداً وما جمعه الله لا يفرقنه الإنسان ونستطيع أن نزيد وما فرقه الله لا يجمعنه الإنسان الآن الحالات التي وجدت فيها تعدد زوجات في العهد القديم ابتداء من لامك هي واقع يعني واقع خصوصاً واقع قبلي عشائري حصل في عقلية قديمة والسيد المسيح أعاد أعادنا من ذلك الواقع إلى المبدأ بقوله في البدء لم يكن هكذا فمن أجل قساوة قلوبكم رخص لكم موسى أن تطلقوا نسائكم طبعاً الطلاق هنا بمعنى أنه يطلق زوجة ويقترن بزوجة أخرى من أجل قساوة قلوبكم أيها اليوم الآن ربما يقول قائل لا في محل اللي هو في سفر تاثنية الاشتراع فصل خمس وعشرين آية خمسة يقول عن شريعة السلف ما هو شريعة السلف؟ the leverage lever يعني السلف شقيق الزوج يقول ما إذا كان إخوة مقيمين معاً وتوفي أحدهم من غير أن يترك ولداً يجب على أخيه أن يقترن بالأرملة ويقيم نسلاً لأخيه لدرجة أن الطفل الأول خصوصاً نذكر طبعاً الذي يولد يحمل اسم المرحوم حتى يبقى ذكره والهدف الآخر طبعاً هو أن تبقى الأرملة في ضمن العائلة لا تتزوج رجلاً غريباً والهدف الثالث أن تبقى أملاك القبيلة أو العشيرة أو العائلة في ضمن يعني فيها لا أن تنتقل عن طريق زواج الأرملة بنجد آخر إلى عائلة أخرى أو قبيلة أو عشيرة أخرى أعتقد هذا هو النص التشريعي الوحيد الذي كان يسمح كان يسمح فيه بيئتين قبلية بدوية ليس بالتعدد الزوجات على فكرة لأنه ليس بالتعدد الزوجات لأنه ليس بالتأكيد أن هذا السلف يكون متزوجاً ليس بالتأكيد يعني نفرض أن الأخ العادة الأخ الأكبر يموت قبل الأخ الأصغر مثل نفرض عنده بس ولدين الأخ الكبير متزوج وتوفي يظل الأخ الأصغر وهو غير متزوج وهذا يجب أن يقترن بأرملة أخيه وينجب منها طبعاً هنا وصلش فيه تعبد الزوجات لأنه هو أصلاً هذا الشب الصغير الأخ الصغير ليس متزوجاً إذن النقطة الأولى ليست هذه رخصة آلية أوتوماتيكية لتعدد الزوجات هذه هي أولاً ثانياً هناك شروط الشرط إذا كان إخوة مقيمين معاً مثل إذا واحد مقيم في بيت اللحم والآخر مقيم في شاكيم يعني نام الإسلام لأن هنا المسألة أيضاً مسألة المحافظة على الأرض إذا وجد هذه الأرض للرحل إذا كانوا مقيمين معاً إذا لم ينجب فإذا هذه شروط لا تجعل شريعة السنف شريعة مطلقة عامة طبعاً ربا قائل يقول وهنا لا أريد أن أدخل في الإسلاميات دون مؤاخرة أنه أيضاً في صورة النساء الثلاثة يقول إن خفتهم تقصدوا يعني أنهم لا تكونوا عادلين في اليتامة فطبعاً هنا أيضاً في شرط يجب أخذ النصوص بكل نزاهة إذا في تثنية الاشتراحص الخمسة وعشرين هذه خمسة يوجد يوجد عندنا على الأقل شرطان والهدف طبعاً معروف زي ما قلنا ذكرى المرحوم ضبط الأرملة ضبط الممتلكات السيد المسيح لم يأخذ هذه الشريعة بحسبان لأن الظروف التي نشأت لسببها تلك الشريعة ما كانت متوفرة في زمان المسيح أو السيد المسيح بنبوية إلهية خارقة كان يعرف أن هذه الظروف ستزول في تسعة وتسعين بالمئة من البلدان ثانياً يعني أولاً الأخوين ليس سيسكنوا جميعاً ثانياً ذكر يعني ولا أي دولة مدنية ما ستقبل أنه واحد يسمى باسم عمه بدلاً من يكون باسم والده أو يوضع على اسم واحد متوفى ثالثاً الأرملة نفسها مع التقدم يعني في الحريات المشروعة لا أتكلم عن الإنفلاتية قال الأرملة ليست مجرد أثاث في البيت أنه نلبسها لأي واحد حتى حتى نضبطها وحتى تبقى في حتى تبقى في العائلة وحتى تبقى الأملات للعائلة هي هي روح هي بني آدم إنسانة حرة حرة بي عواطفها لما أنه عقد الزواج في المسيحية وأيضاً في اليهودية والإسلام لا يربط الإنسان بعد الوفاة أحببنا أن نمتح هذه الأمور وشكراً لك